موضوع هواوي ينحل؟ للأسف متحمس انه ينحل ولكن الى الحين لا ينحل ان شاء الله تضبط ولكن دعوني اعطيكم بالضبط وشي اللي صار مع هواوي بالذات بعد اللقاء الرئيسي الأمريكي والرئيس الصيني وأمريكا تقول خلاص شلنا الحذر وحذر كذا لا لا فيه تفاصيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوكم فيصل السيف لازم اجب لكم الخبر الصحيح لازم اتراه لازم اقرأ كل المواد الموجودة عن هذا الموضوع وبإذن الله سأعطيكم الخبر وهذا الشيء الذي حدث اول وقت هذا الفيديو فالحين لم يصل له التصريح الرسمي من هواوي او جوجل فأعطيكم بناء على المعلومات الموجودة باللقاء في جي 20 بدون الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني محدثات كثيرة قدثت بينهم الموضوع كثيرة الموضوع الأول ليس موضوع هواوي ولكن موضوع التجارة الرئيس الأمريكي قال خلاص سأوقف الرسوم من المنتجات الصينية والتي لا عليها الرسوم الى الآن سأوقف هذا الأمر ولكن في المقابل الصين، ستشتروا من عندنا منتجات زراعية والحجم منتجات زراعية 544 طن مكعب من المنتجات الزراعية الأمريكية ستشتروا مننا هذا الكم؟ نحن راضيين أساساً أن نشيل الترفس التي هي الرسوم فهذا أول شيء صارت وهذا الآن في اتفاقيات تجارية واقتصادية تحدث بين أمريكا والصين فالناس الذين يعرفون هواوي ووضعها فسألوا عن هواوي فمسألة هواوي، الرئيس الأمريكي قال The president said American firms could ship goods to Huawei which parts of the US government have called a national security risk يعني عندما نتحدث عنه، الرئيس الأمريكي قال لا يوجد مشكلة أن الشركات الأمريكية تبيع منتجات هواوي Qualcomm والمعالجات تأتي لهم هواوي أمورهم تماماً ولكن ليس رفع الحظر بشكل رسمي لأنه حتى الكونغرس ضد هذا الأمر وفي الخطاب والتحاليل، الكونغرس نفسهم يقول If President Trump has in fact bargained away the recent restrictions on Huawei then we will have to get those restrictions put back in place through legislation Mr.Rodeo said in a tweet and it will pass with a large veto proof majority هذا واحد من نفس الكونغرس حقهم يقول انه حتى لو ترمب شال الحظر الموجود على هواوي نحن بنفسنا سنرجع ونسوي صوت وتصويت على إرجاع هذه الحظورات على شركة هواوي قانونياً يعني بالدستور أصلاً بالدستور يصبح يضيف هذه الأشياء فالأمور لسه ما انحلت أتمنى انها تنحل وأنا من النوع المتفائل جداً ولكن خلنا واقعيين في الشيء الذي حدث إلى الحين ما انحلت كل الفيديوهات قاعدة الناس قاعدة تطلع فيديوهات انحلت لا 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 الشركات الأمريكية مسموحة لها تبيع قطع لهواوي ما قالوا سوفتوير مشمول ما قالوا رخص مشمولة إلى الحين فننتظر تبيعات الموضوع يمكن يطلع أخبار إيجابية أكثر ويمكن لا ترجع الأمور مثل أول اجتماع الرئيسين والموافقة على المنتجات الزراعية التي تشتريها الصين هذه صفقة ضخمة لأمريكا نتكلم بالمليارات هذه الصفقة ولأن الحكومة الأمريكية طائحة في مسألة تدفع تعويضات للمزارعين الأمريكيين على محاصيلهم التي تتلف وليس تنبع ومسؤولية الدولة لأنها تبيعها بحسب التفاقيات والشام في النظام الأمريكي فهنا نأتي الموضوع لسه لا نحل نتمنى أنه ينحل وأكيد سأجب لكم التحديثات أول بأول بشكل واقعي لا تجعلوا الناس تنشر سالفة أنه انحلت الأمور ويطيبها في الطاعة ويمكن يشتري أو يعمل أمر وليس مرتاح منه مئة في المئة لا، دعنا نواقعين شركة هواوي أحترمها وقدرها بشكل كبير ولكن لازم النقاط الخلاف والنقاط الحضر نفهمها صح ونعرف أن التقنية نعطيها بشكل سليم بإذن واحد أحد عليكم مشتركين، دعوكم بإذن واحد أحد متابعين فعلوا الجرس أساس أول ما تجيس سالفة بشكل رسمي ويأتي الردود من هواوي وين جوجل أسير أعطيكم إيها بإذن واحد أحد أما إلى الآن، الموضوع لا يؤثر على هواوي بشكل ضخم ولا قانوني ولا رسمي إلي ما تبدأ الشركات تتكلم هم يستنون يوم الاثنين بحكم إجازة نهاية الأسبوع حقاتهم ولكن إلى الآن، دعونا ننتظر وبإذن الله خير نهاية كل شيء، دعونا نواقعين سبحان الله وبحمدك، أشهد الله إلا أن تستغفرك وأتوب إليك أريد مرة أخرى تنحل المنافسة روءة لما يكون لديك شركات كبيرة تتنافس سامسونج، أبل، هواوي، شيء بطل وشفنا آخر كم سنة تغيير جذري في قطاع الجوالات الذكية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته